الملك الحمد بن عيسى الخليفة بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة وأشهد جلالة الملك المفدر عهلا بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في جميع المجالات بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعى برقية تهنية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ضمنها سمو رئيس الوزراء خالص تهني وأطيب تمنيات له بدوام الصحة والسعادة ولشعب المغربي الشقيق أطراد التقدم والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة مشيدا سمو رئيس الوزراء حفظه الله بالعلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجلة كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنيئة مماثلة إلى أخيه معالي السيد سعد الدين العثماني الوزير الأول بالمملكة المغربية الشقيقة عبر سموه فيها عن صادق تهنيه بهذه المناسبة وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنيئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة عبر سموه فيها عن أطيب تهنيه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب متمنين سموه ولي العهد لجلالته وافر الصحة والسعادة وللمغرب وشعبه الشقيق دوام التطور والازدهار